اهلا بكم في مرايا امس السبت في الحديدة وجه اليمن الابرز الحديدة على مياه البحر الاحمر قصفت الميليشيات الحوثية ما انا ما عاد اسميها الانقلابية الموجات الحوثية الارهابية او الجماعات الحوثية الارهابية قصفت مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كيلو سبعة بمدينة الحديدة سكان الحديدة يقولون ان الميليشيات الحوثية عاودت خرقها لوقف اطلاق النار مش اول مرة وهاجمت مواقع قوات الشرعية في حي الربصة بالقرب من جامعة الحديدة وعدد ثاني من الاحياء شرق المدينة بالتزامن مع ايش مع وصول المبعوث الاممي مارتين غريفث الى صنعة هاللي قلناه وذكرناه مجرد مثال من السلوك الحوثي المعتاد والمكرر يوقع بيد على اتفاق سلام او هدنة او عادة انتشار امني سميه اللي تسميه هذا بيد وباليد الثانية يحمل القنابل والبنادق والصواريخ والمفاخقات والغام بحرية وبرية وشغال انتهاك لنفس ما وقعته اليد الاخرى هذا الامر بالحديدة تحديدا واستهداف مخازن الغذاء والدواء تحديدا اكثر قبل كم يوم حذر منه وزير الخارجية العفو وزير الاعلام اليمني في الشرعية معمر اليرياني على حسابه بتويتر وصار اللي حذر منه يعني يعني الامور مكشوفة الناس دولها مكشوفين تماما حليمة حليمة الحوثية متعودة دايما على العودة لعادتها القديمة وخطة الجنرال الهولندي خطة الجنرال الهولندي اللي هو الباتريك كاميرت مندوب الامم المتحدة لتطبيق اتفاق السويد حول الحديدة في اليمن ما ندري بعد هاللي صار واللي حيصير إيش هيكتب وبماذا سيشهد في تقاريره الاممية لأنه مرجعيته اللي هو المبعوث الدولي البريطاني مارتين غريفث مندوب الامم المتحدة اليمن هو نفسه محير في تعاطيه مع القصة اليمنية يعطي إشارات متناقضة عني يعطي إشارة يمين وروح يسار والعكس على كل حال بالنسبة لمن يعرف أخلاقيات وسلوكيات الكائن الحوثي ومن يرعاه يعرف طبيعة القوم تلاعب بالاتفاقات وتحويلها لهدن هدن وقتية من أجل رص الصفوف وتخزين السلاح وتغذية الميليشيات بالمقاتلين هذا أمر مش جديد أبدا الدور الباقي على من يقول حقا أنه يريد الخير لليمن كدولة اليمن كدولة مش كملحق تحتله عصابات ملحقة بدولة يحكمها نفسها نظام معزوم وشرير ومحاصر إيران الخمينية على كل حال نشوف عراقيل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة دفعت الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار إلى التوجه إلى صنعاء في زيارة تستبق وصول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث إلى العاصمة اليمنية تمهيدا لإجراء مباحثات مع عدد من قيادات الميليشيات الحوثية نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أعلن أن غريفث سيتوجه بعد صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة يلتقي خلالها الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي ومسؤولين آخرين هذه الزيارات واللقاءات تسبق الاجتماع الثالث المرتقب لللجنة الثلاثية المشتركة لعادة الانتشار في الحديدة الثلاثاء المقبل بعد أن انتهت الجولة الثانية من اجتماعاتها إلى طريق مسدود الانسداد عزته السلطات الشرعية اليمنية إلى رفض ميليشيات الحوثي الانسحاب من المدينة ومينائها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن ونتائج مشاورات ستوك هولم أنا بنظري أهم شيء هو توثيق كل شيء كل شيء لأنه المناورات حول الحديدة سيكون لها ما بعدها حسب ما أعتقد كل شيء لذلك من هذه اللحظة يجب توثيق بدقة لاستخدامه لاحقا في معارك ستحدث لا محالة معارك قانونية ومنازلات وشجالات سياسية وإعلامية فكل شيء يعني كل شيء اهتمام دولي وأممي بتنفيذ اتفاقات مشاورات السلام اليمنية بالسويد يقابله تعنط ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها موقف دفع الحكومة اليمنية ودولا في تحالف دعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن وهو الذي اتخذ بالإجماع قرارا بريطانيا بدعم اتفاق السويد والموافقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة رسالة ممثلي اليمن والسعودية والإمارات والتي حملت تاريخ الحادي وثلاثين من ديسمبر ووجهت لرئيس المجلس في تلك الفترة الإفواري كاكو هويا جاليون ادوم اتهمت الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة الرسالة تطرقت أيضا إلى خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة بصراحة اللي يعجبني أنا شخصيا في الحوثي تفاجأ أن يقول لك يعجبني بس أنا فعلا يعجبني أنه صعب يفاجأك الحوثي بحاجة جديدة حليمة وعادتها القديمة مفاوضات الكويت 2016 لم تختلف كثيرا عن المفاوضات الأممية الأخرى التي سبقتها وتلتها المفاوضات تمت برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن حينها اسماعيل ولد الشيخ أحمد واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر لكن أيضا لاقت المصير ذاته على يد ميليشيا الحوثي الإنقلابية ففي ملف الأسرى والمعتقلين شملت قائمة الحوثي أسماء غير موجودة على أرض الواقع لدى الطرف الحكومي وبعضهم لقي حتفه في المواجهات أبرز النقاط التي قامت عليها المفاوضات وقف إطلاق النار وتسليم السلاح وقد انتهكه الحوثي أيضا أثناء المفاوضات فيما جاءت الضربة القاضية من الحوثي لخطة المبعوث الأممي وهو إعلانه وجماعة علي عبدالله صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد نهج اعتاد عليه الحوثي فأعمال التسويف ذاتها في كل مرة تعكس عدم الجدية في إنهاء معاناة الشعب اليمني هنا فواز برنامج مرايا ومن الكويت أيضا نتذكر الحركات الحليمية في جينيف جولة المشاورات اليمنية في جينيف لا ترى النور بسبب شروط جديدة وضعها وفد الانقلابيين الحوثيين الوفد أعلن أنه لن يغادر صنعاء للانضمام للمشاورات في جينيف حتى يتم تنفيذ شروطه وأبرزها التوجه لجينيف على متن طائرة عمانية استحابوا عدد من الجرح معهم نقلوا الجرح إلى عمان وإعادة من تلقى العلاج هناك وضمان السماح للوفد الحوثي بالعودة إلى صنعاء يا جماعة الخير اللي صاير مع جماعة الحوثي باليمن هي بس للتصويب يعني تراها حرب اليمنيين نفسهم قبل أي طرف آخر اليمنيين يريدون استعادة دولتهم وهويتهم من عصابة خرافية كهنوتي يعني حرب اليمنين أول مش حرب السعوديين والإماراتيين ولا غيرهم ثم بعد ذلك هي حرب جيران اليمن لصون أمن شعوبهم وحدودهم وبحارهم وجبالهم من جماعة صريحة الارتباط بالنظام الخميني الذي هو صريح العداوة للكل ولأن حرب بكل معنى الكلمة مع جماعة عقائدية عمياء مستحيل مستحيل أن تنظر لمفاوضات السويت أو جنيف أو الكويت أو إن شاء الله مدغشقر لاحقا إلا بيوصفها جولة من الجولات صفحة من الصفحات للأسف هذا هو واقع تفكيرهم ومن الغباء أنك تفكر بطريقتك مش بطريقة خصمك ولكل مقام مقال ولكل أوان أذاب قال أبو الطيب المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة